بعد قرابة العميل على بدء ما يسمى بعملية الكرمة وبعدما حققته في بنغازي من دمار للبنية التحتية والفوقية وبعدما ارتفحت الأعلام الخضراء في عاصمة الثورة وترددت في أصدائها مقولات أنصار القذافي يرى مراقبون أن نتائج أخرى بدأت تفرزها عملية الكرمة فبعد عودة الأزلام كان التطور المنطقي في مراحل الثورة المضادة أن تبدأ عودة الأركان فإلى مدينة طبرق التي أسقطت تمثيل الكتاب الأخضر في لحظات وصفت بالتاريخية عاد اليوم الطيب الصافي أحد سفاحي نظام القذافي مستفيدا من قرار العفو الحام الذي أصدره مجلس النواب المنحل نحترموا مجلس النواب نحترموا قياداتها نحترموا الناس المحترمين هذه العودة يراها مراقبون تطورا خطيرا فيما وصلت إليه الثورة المضادة في المنطقة الشرقية فهل ما يحدث في شرق البلاد هو نقوس عن ثورة فبراير أم أنها نتاج لصفقات سياسية بات يعقدها لقلابيون لرفض عملية الكرمة بعد هامين من انطلاقها بكل ما يستطيعون حتى لو كان ثمن التحالف مع أركان النظام السابق يا رفيق الآيد يا رفيق الآيد يا رفيق الآيد وغير بعيد عن أخبار السفقات والأزلام تصدر في مصراتة عمليات إفراج عن سجناء من جلاوزة النظام السابق من أمثال ابني وزير الدفاع في عهد القذافي أبو بكر يونس جابر الذين تم القبض عليهم وهما يقاتلان في صفوف القذافي حتى اللحظات الأخيرة وأيضا العقيد محمد بن نايل الذي قبضت عليه قوات فجر ليبيا في معارك قاعدة براكا الجوية في إبريل من العام الماضي وكان فيما سبق من أهم أذرع القذافي الأمنية يحدث هذا وسط أنباء عن صدور بيان من بعض كتائب مصراتة تطالب فيه بوقف كل القرارات التي صدرت من قبل لجنة الإفراج عن الأسرى خصوصا بعد ثبت أن من تم فك أسرهم في السابق هم من يقود المعارك ضد الثوار وبغضب الناجل والطيب الصافي وغيرهم وفي ظل تسارح الأحداث يبقى التساؤل من يترى سيكون القادم الجديد إلى ليبيا الثورة وهل يمكن للثورة أن تتحمل كل هذا التقهقر وتستوعب كل هذه الصفقات المشبوهة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر